اشتركوا في القناة قائمة الهدى والسلام في عرارة النقب المرشحة لرئاسة المجلس والعضوية في المجلس لهذا اللقاء الذي اردنا من خلاله طبعا من خلال دعوة جميع رؤساء القوائم وعضاء القوائم للرئاسة والعضوية في المجلس المحلي عرارة بادرت الى هذا اللقاء الذي فيه سننوكع على مثاق شرف اهم اشي في الاجتماع هذا اللي هنا هو نسيج الترابط بين اهل عرارة بالنسبة للانتخابات لل 2023 والتآخي على اساس انه ما يكون اي اشكالية على مدار الانتخابات حتى نهاية ان شاء الله رب العالمين جاء توقيع على ميثاق الشرف بحضور رؤساء القوائم التي تنافس على رئاسة وعضوية المجلس المحلي وعدد من الوجهاء وضباط من محطة الشرطة المحلية حيث تعاهد الحضور بالعمل من اجل السلم الاهلي ونزاهة الانتخابات وتقبل الرأي الاخر وان تكون الحملات الانتخابية بعيدة عن الشخصنة والتجريح احنا موجودين اليوم في هذه القاعة للتوقيع على ميثاق الشرف للانتخابات ومن هنا انا ادعو اهل هذه البلدة الطيب اهلها الحفاظ على حملة انتخابية وعلى اجواء دموقراطية وبعيدا عن التجريح وبعيدا عن الهمز واللمز وانا اذكر اهل هذه البلدة اننا اخوة اؤيد هذا المؤتمر او هذا الميثاق لانه بحاجة الى ميثاق مثل هذا وانكن بنوايا صافي ان شاء الله حتى لا يكون عندنا مشاكل لان كان عندنا مشاكل في الباضي في عرارة النقعة بالنسبة للانتخابات نسأل الله ان لا يكون لنا مشاكل في المستقبل يعني في كمان شهر بالضبط كمان شهر يومين يعني في عندنا انتخابات نسأل الله ان يعد هذا اليوم على خير وتتنافس العشرات من القوائم على الرئاسة والعضوية في انتخابات السلطات المحلية العربية في الجنوب رهط واللقية وحورة وكسيفة وعرعرة النقب وتل السبع وشقيب السلام وقرى المجلسين الإقليميين القسوم وواحة الصحراء إضافة إلى قائمة شراكة اليهودية العربية التي تخوض المعركة الانتخابية على عضوية بلدية بئر السبع